عقدت الحكومة التركية وفدا فنلندا والسويد الجولة الأولى من المشاورات بشأن انضمام البلدين إلى الناتو في القصر رئاسي بالعاصمة أنقرة يوم الأربعاء وعلى الرغم من استمرار الاجتماع لأكثر من خمس ساعات إلا أنه لم يتمخض عن أي نتائج جوهرية على ما يبدو حيث تم تغيير البيان المشترك الأصلي المكتوب إلى مؤتمر صحفي عقده المتحدث التركي إبراهيم كالين للتعريف من موقف الجانب التركي وقال كالين أن مخاوف التركية الأمنية تتعلق بوجود منظمات إرهابية وطالبت تركيا بتسليم أعضاء في المنظمة الإرهابية معربة عن أملها في أن يرفع البلدان على الفور حظر الأسلحة المفروض على تركيا كما تعلمون في نهاية شهر يونيو ستعقد قيمة اللقاطة الناتو في مدريد لكن اسمحوا لي أن نوضح لن نشعر بأننا مضطرون لاتخاذ خطوة ملموسة قبل ذلك نحن مصاممون على الدمان أن تمتي العملية بقوة وإذا لم يتم التعامل مع مخاوفنا الأمنية بشكل ملموس فلن يتم الإحراز أي تقدم هذا وتقدمت السويد وفنلندا رسميا بطلب الانضمام إلى الناتو الأسبوع الماضي لكن تركيا العضو في الناتو عرضتهما واتهم رئيسها أردوغان البلدين بدعم الجماعات الإرهابية وقال أن تركيا لن توافق على انضمام دول إلى الناتو تفرض عقوبات على تركيا وطبقا للوائح يتعين على الناتو الاتفاق بالإجماع مع الدول الأعضاء الثلاثين لقبول أعضاء جدد وأعربت كل من السويد وفنلندا عن رغبتهما في الانضمام إلى الناتو مستعدتين للتنسيق مع تركيا بهذا الشأن